بسلام خير حبابي العبطال ومعنا حلقة جديدة والمنصة والبحث طبعا واضح ان احنا هنقضي الاجازة كلها في المنصة وادموده والبحث يلا اجازة سعيدة المهم متعدى على خير ان شاء الله النهاردة اخر حاجة وكل اللي تقال فيه تصريحات الوزير تقريبا باختصار شليد جدا انا دخلت بالمناسبة على ادموده النهاردة ولقيت فيه تحديث زي ما قال الوزير النهاردة ان فيه تحديث كل شوي هنا بيقول لي فيه تحديث يلا بينا نجرب التحديث الجديد تمام وبيقول لي فيه لسه داخل عليها بيقول لي ان فيه تعديل في فورمالي known as groups classes are dedicated space to engage your students and keep parents informed طبعا هنا بيقول لي ان جاري ضم الطلبة عشان يلتحكوا بالكلام ده وتخلي الاولياء الامور على العلمة بالقصة دي manage class discussions وامسكوا من امر المناقشة في الفصل بتاعك انا كمعلم بيقول لي كده share learning content وشارك المحتوى العلمي للطلبة او الاولياء الامور and hand out assignments and quizzes ووزع الواجبات والاسساينمت ماش يسيد حاضر كمان بيقول groups connect with other teachers بيقول لي شارك مع مدرسينك التانين في المدرسة بتاعتك discover and share learning resources شارك واكتشف مصادر جديدة واخرى في التعلم وفي التعليم you can use with your you can use with your students والله كتر خيرك حاجة جميلة جدا كمان بيقول لنا المهم الصفحة دي مش بين عندي اوي you can send the track great and provide okay ماشي نقول ناكست uh the home stream is all about discovering and sharing content and resources with other teachers and your school community كمان ايتي طبعا خاصة بمشاركة المعلومات والمحتوى عن في المدرسة بتاعتنا وفي المحيط بتاعنا وفي الزمله وفي المنصة كلها one to one messaging is here send and receive كمان في رسائل others الوابعت منها اللي الطلبة والولي الامر والزمله مدرسيني جميل جدا coming soon في حاجات بتتعدل يا جماعة في حاجات بتتحدس كل شوية فيه تحديس على ايد مودو فالمنصة لو مفتحدش معك شوية يبقى فيه تحديس بس مش اكتر لما فتحتي هنا الصفحة الرئاسية فيه planner تمام اللي انا بخططه الواجبات اللي انا ممكن انديها للطلبة وممكن تدخل عليها وتشوفها تمام النهاردة مثلا اه 13 14 يعتبر لان ده خلنا في يوم تاني اه ده بالنسبة للبلانر ففي كل شوية ارشادات لاستخدامات وفي فيديوهات جوه كمان لتحسين العملية التعليمية طيب لو انا دوست على النهاردة لو انا عايز اعمل مشروع او عايز اعمل سؤال او هومورك او واجب معين بقول بقول لهم انا هاديكم واجب واهد الوقت المحدد ليه اخره الساعة كزا فبحدد الوقت من عندي وبعمل التاسك بتاعي الواجب اللي انا ببعته للطالب وبعد كده بدوس اه انهاء او او كي في الاخر او كريت ان انا بطلب الواجب مسلا معين لو انا هطلب مسلا افتار من سانه ابتدائي مسلا اي مرحله او عددي write A paragraph باز filmmakers اب اوات ووتا وحدد هاخده امتا التاريخ الان هاخده اللي هو 15-4 تمام او ممكن احدد اكتر من كده. ممكن لو موضوع كبير شوية ممكن اكتر من خمستاشر اربعة تلاتة وعشرين اربعة مسلا. واخيرنا الساعة كذا. تمام. طبعا هيروح لكل الناس اللي عندي. كل الناس اللي عندي يروح لهم الهومورك ده عشان يعملوه. تمام. واحدد المجموعة اللي انا هشتغل عليه. هكانسل هنا طبعا ده دلوقتي. ده لو انا عايز اعمل هومورك اللي لفصل معين في فصولي او كواجب للفصل او في المدرسة عندي او في فصولي. طيب. هنا في ايد مودو الموقع الرئيسي بتاعي. اه نيجي نبدأ مسلا او نفتح البروفايل لو انا عايز اعدل صورة. حضرتك كطالب او كولية امر او نفس القصة انت لك اكاونت تقدر تعمل في ده. تقدر اه تعدل الصورة بتاعتك. تقدر تعدل البيانات اللي موجودة هنا. تقدر تحط صورة. وتقدر تعدل البيانات اللي انت عايزها. زي بالزبط اكاونت الفيس. بالضغط على القلم ده تقدر تكتب اللي انت عايزه خين. تمام? بس لما اجي اغير الصورة بتاعتي لازم يطلب الباسورد بتاع اللي احنا انتفقنا ان احنا هنبقى حافظينه كويس جدا. من الحاجات اللي قالها الوزير برضو النهاردة ان في موجودة عندي اقدر اا اقدر اشوف البوست مع زميلي او مع مدرسيني يعني انا كاتب لهم البوست لولادي وبقول لهم ده كان مبارح. يريد نستغل الوقت ونبحث عن كل مواضيع البحث مش بس الموضوع المطلوب منك عشان تعمل حاجة مفيدة في الاجهزة. سواء اطلب منك ده او ما اطلبش ما تستناش لده. طبعا ممكن ترد وتعلق زي اي موقع تواصل اجتماعي عادي جدا. في المصادر اللي موجودة عندي او اللي هتبقى موجودة بعد كده. لسه هتتحدث ولسه هتنزل حاجات كتيرة جدا في الريسورسز. وفي بعد كده لو في مرتبط او موصل بزميل معين او بفصل معين. تقدر كمان زي ما الوزير النهاردة تلتاشر اربعة او النهاردة. كان بيقول ان في لتحسين في مكتبات تسجيلية. يعني الناس اللي هي سابها البث المباشر بتاع المدرسين تقدر تدخل على المكتبة التسجيلية وتتابع المنصة. وبالاضافة للقنوات التعليمية طبعا. طيب. دلوقتي انا ادرت ادخل كمان لفصولي. واقدر اتعامل معهم وبعتلهم. وانت كطالب تقدر تاخد الواجب وتعمله وتعرف التسجيل المطلوب منك وتعمله وتبعته في نفس الوقت. او بنفس الطريقة او في الوقت المحدد اللي احنا اتفقنا عليه. طيب. اه بعد كده في حقيبة. حقيبة الظهر. تمام? تقدر تسجل فيها في الحقيبة دي تقدر تسجل فيها كل اللي انت عاوزه. يعني مثلا المعلم نزلك المعلم نزلك حاجة. فهيبالك عندك اه فيه في الجنب كده. فيه حقيبة الظهر تقدر تحط فيها. تقدر تحط فيها كل اللي انت عايزه. او المادة العلمية اللي منزلها لك المعلم وتقدر تحطها. تمام? اه بجانب فيه مكتبة. فيها المحتويات اللي انت اه شفتها. في حاجات يا جماعة لسه مش مفاعلة. هتتفعل واحدة واحدة وهتتدرب عليه. بالوقت وبعد كده هتبقى معاك او هيبقى بالنسبة لك الموضوع ده اسهل بكتير من الفيسبوك مثلا او وسائل او اي وسيلة من وسيلة التواصل الاجتماعي. اه بالتدريب وبالتعود هتلاقي نفسك بتعمل كده وبسهولة جدا. اه ما نستعجلش اه وكمان ما نستعجلش في عمل البحث لان الوزير لسه ما قالش اي تعليمات هيتوصل ازاي ولا هيترفع ازاي لغاية دلوقتي. ما تستعجلش في عمل البحث اصبر شوية. اه انت تدور وتبحث وتتعامل وتتفاعل مع مدرسينك ومع زميلك. وتبحث وتدور وتعمل البحث بتاعك على اقل من مهلك. تمام? لاني اه وارد جدا يقولك في اول تسعة او اول تسعة مثلا ما احنا داخلين الدراسة ان في لجنة هتقيم الابحاث دي شفاهيا. فكمان عايز انك انت تخلي بالك انك انت ممكن يطلب منك ده. اه ممكن يطلب منك انك انك انت تقيم اه البحث بتاعك او تعمل بريزنتيشن يعني تعمل عرض شفاهي للبحث بتاعك. ده ممكن وارد جدا بالمنازمة. تمام? فعودوا عيالكم وعودوا ولادكم ان يعملوا كده. عودوهم ان هم يعملوا بريزنتيشن لده. حتى لو ما اطلبش منك. حتى لو الوزير ما قالهوش. وان دي اقتراح مني بس اني اه ولادكم يقدروا يعرضوا المادة لها المية اللي هم حصلوا عليها يعرضوا عليها او يعرضوها في اه اه بريزنتيشن او في عرض بحيث ان هو يكسب او يكتسب ثقة في نفسه ويقدر اه يبزل اه مجهود ان هو ويعرض الحاجة اللي اتعلمها. واحنا اخدنا من زمان حاجة قاعدة تربوية بتقول الحاجة اللي انت بتشرحها واللي انت بتقولها وبتوضحها لزميلك عمرك ما بتنساها. تمام? ونبقى كده اه اخدنا افادة كاملة من عملية ايه? البحث. بالتوفيق يا حبايبي ارجو اكون افادتكم بالتوفيق وربنا معاكم. لو في اي استفسار اكتبوا لي في التعليقات. باي باي. صحيحнес جا Pinterest باي باي في مغاندة